البصل الحضرمي المنتج محليا والمصدر خارجيا لم يعد متاحا أو في متناول سكان حضرموت بعد أن وصل سعر الكلو منه إلى أكثر من ألفين ريال في أعلى مستوى لم يصل إليه من قبل هذا العام شهد البصل ارتفاع غير عالي ولم أشهد مثله منذ ثلاثين عامنا في هذا السوق لما أشهد أن البصل بتعبى هذا السعر والبصل الآن أصبح سعره ما بين ثلاثين ألف خمسة وعشرين ألف يصل إلى ثلاثين ألف اليوم بثلاثين ألف قبل أمس كامبر بها ثلاثين ألف فبالتالي المشتري أصبح الآن الذي يشتري قطمة يشتري كيس يشتري له كيلو نص كيلو فأصبح ما عاد يستطيع المواطنة يشتري بصل أسباب عدة فاقمت من ارتفاع أسعار البصل من بينها ارتفاع أسعار المحروقات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع تعرفة الكهرباء إضافة إلى تأثيرات الحرب بشكل عام على القطاع الزراعي وتقليص وانكماش الكميات المزروعة من عام لآخر هذه السنة قل له الفلاحين من زراعة البصل بسبب الإمكانيات التي يعونون منها من ارتفاع الأسعار الديزل الكهرباء والمبيدات والأسمده واليد الأيدي العاملة من كل ناحية الفلاح يعاني منها هذه ارتفاع البصل بسبب قلة زراعة البصل مع الفلاحين وقدرة التصدير تصدير إلى دول الخليل والسومال في الأعوام السابقة أنتج المزارعون كميات كبيرة من محصول البصل ما أدى إلى هبوط سعره وتكدسه في السوق المحلية وهو ما جعل المزارعون هذا العام يزرعونه بدرجة أقل من السنوات الفائتة خوفا من تكبدهم خسائر متتالية في ظل زيارة الطلب عليه محليا وخارجيا ووفقا لتقارير رسمية فإن البصل الحضرمي بات يصدر منه كميات كبيرة خارجيا حيث بلغت أكثر من ستين ألف طن سنويا خلال العام المنصرم في ظل تزايد الطلب عليه في الأسواق الخليجية ودول شرق آسيا كأكبر المنتوجات الزراعية تصديرا بالنسبة لموضوع البصل وارتفاع أسعار البصل لهذا الموسم طبعا أولا توجد أزمة عالمية بالنسبة للبصل يعني ارتفاع عالمي بالنسبة للأسعار البصل ولكن بالنسبة لنا في اليمن وبدأت نحافظة حضرموت ارتفاع البصل نجية لتصدير كميات كبيرة لدول الخليج لأن دول الخليج السنة هذه البصل المصري والهندي تقريبا توقف لم تنخل كميات كبيرة من البصل الهندي والمصري وبالتالي كان سحب كبير بالنسبة للبصل الحضرمي إلى دول الخليج وبدأت السعودية والكويت هذا أدى لارتفاع سعره ووصول سعره إلى ألفين ريال في سيئون السلة حوالي باربعين ألف وأيضا في عدن وفي أبين باقي المحافظات كلها ارتفاع سعر البصل إلى حدود أربعين ألف ريال للسلة الواحدة تدبدب أسعار البصل وغيره من المنتجات الزراعية سينعكس سلبا على المزارعين والمساحات الزراعية وهو ما يتوجب على الجهات ذات العلاقة وضع حل لهذا الإشكال وتبني دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتطوير آليات الحفظ والتخزين لبقاء المنتج عند حده وسعره المعقول فهمي بارماده خانات سهيل وادي حضر موت